موسيقى أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا المجال الطبي من المجالات اللي دايما مشهور بكثرة الأبحاث والدراسات المتعلقة بعلاج الأمراض وشركات أدوية كتيرة ذات ثقل في الدولة بتحرص دايما على الإعلان عن نتائج أبحاثها عن طريق إناقاد المؤتمرات بشكل دوري وكاميرا صحتك بالدنيا دايما بيكون لها تواجد في المؤتمرات دي علشان ننقلك كل ما هو جديد في الساحة الطبية وأول مؤتمر وقعت في أسترازينيكا أحدى الشركات الرائدة عالميا في إنتاج وتصنيع الأدوية والعقاقير واللقاحات الطبية وقعت فيه مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وتهدف الاتفاقية إلى رعاية المؤتمر الإفريقي أفريكا أكس كون لتعزيز العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وأيضا استمرارية التعاون للعام الثاني لتدريب الصيادلة على التعامل الكامل مع مستحدثات وآخر تطورات التكنولوجيا الصحية في العالم بما يمنحهم القدرة على القيام بدورهم بشكل أكبر وفاعلية أكثر تأثيرا في تطوير منظومة العلاج الطبي في مصر تفاصيل أكثر عن المؤتمر في التقرير اللي جاي النهاردة هو يوم مهم جداً زي ما حالك قلت أن بنواقع في بورتوكول تعاون مع هاية الشراء الموحد في حضور ودعم من الصفار السودية والصفار الإنجليزية وده استمرارية لدور أسسنكا كشريك رئيسي للقطاع الصحي في مصر الشركة الأسسنكا شركة عالمية بس هل نعتبر نفسنا شركة وطنية مصرية وده يمكن الفلسفة بتاعتنا احنا شريك رئيسي للقطاع الصحي في مصر تبا منها 54 سنة واحنا مجودين لنا كتير من الشركات اللي تعملت في القطاع الصحي الغرض منها التعليم الطبي المستمر توفير أحدث العلاجات للمريد المصري دائما من أولويات نهاية المريد المصري ودور على الشركاء الرئيسيين ودورنا كمان بيروح أبعد من التوفير الدوائق احنا دورنا بس مش توفير الدوائق دورنا نحن في أي مجتمع بنتواجد فيه نحن نقدم أحدث الأساليب للإلاجات نركز على التعليم الطبي المستمر وكمان الانفراستركشة نحن 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 نفهم صعب جدا صحيح الطبي المشوعة اليوم حتى هذا لأنه في أكثر إجابة يتواجم إلى الطبيعة الكاملة المشاوعة في الشرم الشيخ في النوم نحن نتحدث هذه الأشياء مع الغيبتان المنزل ونحن نتحدث أيضًا بشكل مدينة في أجيب ونحن مثل هذا هو المشاكرة ونحن نتحدث المنزل في أجيب المنزل شار simplify بليل أن نحن نحن نتحدث فيها نحن الأشياء عفل cuenta أنا نحن نتحدث بمؤلاء الحساب في توقفاتنا أجيب استرتيار الأشياء obviamente أسترزينيكا إن شاء الله سوف تنتهز الفرصة في المعرض القادم أن تبرز العلم أن أسترزينيكا في شراكة ما بينها وبين مصر تسيطراني على العلم السحي بشكل آخر ولذلك العمر هو موضوع مهم جدا لسبب أن نعيش أوقات صعبة حتى الآن نعيش مع الوباء مع الكورونا وأنا أعيش مع أوقات صعبة جدا فأنا فخور جدا كسافي وبطالي أنا أكون هنا في هذا اليوم لنحتفل بالدعاء بين الشركة وبين مصر شهدت القاهرة تجمع أباطرة طباء القلب في مؤتمر طبيب القاهرة أقامته الشركة ميناريني العالمية للأدوية بهدف طرح عقار الرانولازين بالسوق المصري والذي يخفف الذبحة بأقل تأثير على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وقد ثبتت الفعالية السريرية للعقار في العديد من التجارب السريرية الضخمة وتعد ميناريني أحدى شركات الأدوية الإيطالية الرائدة في العالم وتقدم الأدوية بهدف تحسين صحة المرضى وسلامتهم تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي المؤتمر يكتسب أهمية بأن ده بيشهد ظهور أول أو وصول أول دواء من نوعه إلى السوق المصرية وإلى المريض المصري والحقيقة الدواء ده حيعمل ثورة في العلاق وتغيير في أسلوب حياة معظم مرضى قصور الشرايين معظم العقاقير كانت بتوسع الشرايين بس أو بتقلل الإنقابات بتاع العضلة أو ضغطها عشان ما يستفيش استهلاك الأكسجين بدأ يشتغلوا على حاجات تعالى مجرد اللي هي مدخل السوديوم الأيوانات السوديوم بجوه بيخلي الشرايين توسع وبيخلي استهلاك الأكسجين جوه العضلة قل وفي نفس الوقت بيخلي فيه عدم تظام الدرابة أتقال أثبتت الدراسات اللي اتعاملت على أعداء كبيرة جداً من المرضى إن ده دواء بيقلل نوبات الزبحة الصدرية إنه بيحسن الكواليتي أوف لايف يعني حياة المريض إنه هو يقدر يروح شغله ما يجلوش ألم الزبحة الصدرية ما يخشش في نوبات زبحة الصدرية غير مستقرة فله فايدة كبيرة على المدى الطويل بالإضافة إلى استخدام الأدوية لما مرضى الشرعين تاجي المزمن ودول القطاع العريض العلاج بتاعهم دلوقتي الدوائي هو الأساس ودي طفرة جديدة في العلاج الدوائي إنه بقى فيه توفر العقار من الممكن إضافته إلى بقية الأدوية اللي السيطرة على الأعراض بحيث إن حياة المريض يعيش حياة طبيعية اللي هم عندهم قصور مزمن في شرعين تاجي دعا أدوية الزبحة الصدرية عموماً قليلة يعني آخر واحد يمكن أن يزل من 15 سنة فإحنا بنترح فرصة جديدة بالدواء دوت اللي ما بيعتمدش على ضغط الدم ولا بيعتمد على نبض القلب إنه يقدر يدي فرصة تانية للحياة لهذا المريض الحقيقي أهلا بيكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا أي شخص مصاب بالسمنة وقرر إنه يخسب يبدأ يفكر في نظام غذائي معين يتناسب معاه ويقدر يمشي عليه علشان يوصل للوزن المناسب وفكرة الدايت زمان كانت مقتصرة على تقليل كميات الأكل وخلاص لكن دلوقتي بدأ يبدأ في أنواع كتيرة من الدايت بمسميات مختلفة زي الصيام المتقطع الكيتودايت ورجيم المية وغيرها لكن هل أنواع الدايت دي مناسبة لكل الحالات وهل فعلا بتنزل الوزن بشكل صحي ولا لأ ده اللي حنتكلم فيه النهاردة مع ضيفتي اللي من وراني في سوديو سي بي سي دكتور إسراء فتحي أخصائي السمنة والتغذية ونحت الجسم بدون جراحة بعيادات أورو كلينيك أهلا وسهلا يا دكتور نورتينا طيب دكتور خليني أبتدي معاكي الأول في الكلام اللي كنت بقوله فعلا بقى فيه أنواع دايت كتير يعني مستر جوجل مش سايب حاجة بنلاقي حاجات مختلفة جدا هل كل الأنواع المتعارف عليها فعلا ممكن تنزل في الوزن ولا لأ فكرة أن أنا أقلل الأكل بأي شكل هل دي ممكن تمشي مع كل الحالات ولا لأ هرد عليكي بس الأول في حاجة لازم نعرفها لازم نعرف يعني إيه كلمة دايت أصلا هو الفكرة في كلمة دايت هو طريقة أكل معينة الطريقة دي محسوبة ومنظمة وبمشي وراها الهدف منها أن أنا أحفظ على وزني لو عندي مرض معين أتخلص من المرض ده أو الوقاية منه أتعالج منه أو الوقاية من المرض معين زي طبعا مرض السكر ومرض الضغط أوكي فيه في 2006 دراسة ظهرت اسمها الميتا أناليسيس الميتا أناليسيس دي هي أعلى درجات البحث العلمي كان الهدف منها الوصول لتوصيات معينة لها علاقة بصحة الإنسان الدراسة دي وضحت الفرق ما بين أنواع الدايتس المختلفة الكتيرة وطلع أن الفرق قليل جدا تقريبا الأنواع دي كلها الفرق ما بينهم من 2 إلى 4 كيلو والموضوع كله في الآخر بيرجع أو بيعتمد على الصعرات الناس بتستغرب الكلام يعني الموضوع كله في الآخر أنا برضو بقلل صعراتي للأسف قوي هو مش للأسف قوي هو مش بقلل صعرات بالزبط بس هو الموضوع قبلا داون فوق وتحت ومن 2 إلى 4 كيلو فرق فعلا في كل أنواع الدايتس كله في الآخر بيندرك تحت الكالوري الجرادويشن تدرك في الصعرات يعني اللي بيكلش خالص وعايش على عصير والمية زي اللي مقلل بس في الأكل لأ طبعا لأ أولا أنت جسمك بينسبه حاجة معينة أنا المفروض أخذ الحاجة دي أنا جسمي مثلا 1200 زهرة حرارة مش زيك مش زي أي حد تاني فما ينفعش أن أنا أحرم نفسي خالص وما ينفعش أن أنا أفتح خالص في الأكل الموضوع كله جسمي مش زي الآلة مش هينفع برمجه على حاجة معينة هو الأكل دا لازم تخس الوزن دا في وقت دا دا مش موجود ما ينفعش الجسم لازم في عوامل بتفرق معي زي لسن زي اللي بيخس هالسته ولا الراجل علشان الحرق زي حاجات كتير علاقة بالعوامل الوراثية كل دي بتفرق معي من شخص للتاني في الضايت المفروضة الدهون طبعا ده يعني زي ما حضرتك وضحت يا دكتور يمكن موضوع السعرات الحرارية والتفاصيل دي كلها محدش يقدر يحددها غير الدكتور يعني الشخص بنفسه لما يقرر أنه يعمل دايت معين هو مش شرط يكون عارف إيه اللي يناسبه لازم نرجع لدكتور طيب يمكن هنا دكتور من أكتر أنواع دايت اللي انتشرت في الفترة الأخيرة وبقينا نسمع عنها كتير بالذات بعد ما انتشرت كلمة دايت من غير حرمان يعني فبقت الكيتو دايت إيه هو بقى الكيتو دايت ده أنا بشوفه كتير قوي حتى بيجز بتتكلم عنه على السوشيال ميديا بس عمري مفهمت المعنى الصح أو الطريقة الصحة بتاعت الكيتو دايت الكيتو دايت الدايت الترند المشهور المعروف دلوقتي الكيتوجينيك دايت فكرته كلها أن أنا عندي دهون قديمة جوة مترقمة ضرة ملهاش لازم زي ما بيقولوا بطلحها بدهون جديدة يعني بخرج الدهون المترقمة الدرة بدهون صحية أنا بقولها بيعتمد من 75% ل 85% دهون فقط ودهون صحية و 15% أقصى حاجة كارب بروتين سوري بروتين اللي هو اللحمة والبروتين بأنواحها و 5% نشويات بتبقى تقريبا خضروض الكيتو لما باجي أعمله في كذا حاجة كده بتبقى up and down لو أنا قدرت أتخطوها في أول 3-4 أيام الشخص بيدخل في الكيتو الفكرة كلها أنا لما في العادي بتاعي باكل سكريات باكل نشويات باكل بروتين لما باكل سكريات ونشويات الجسم بيحولهم لجلوكوز وبيبدأ يحرقه أنا هنا هشيل نشويات وهشيل سكريات في الكيتو هعتمد على الدهون بشكل أكبر فأنا بطلب من جسمي أنه يعني يحول حرقه بدل جلوكوز لدهون الجسم علشان يبدأ يندرك تحت منظومة يفهم أن فيه دهون فقط ولازم تحرق من الدهون فقط بالدهون الصحية هتحرق اللي بيها دهون درة لازم يخلص كل الجلوكوز القديم اللي في الأول نزول الجلوكوز دا لما بينزل وبيخلص خالص من الجسم بيبدأ الشخص يحس بها مدين بيحسه نجعان جدا مفيش سكريات مفيش نشويات بيحسه مصدع مش قادر يعمل أي حاجة خالص تشتاقة تعب إرهاق الأعراض دي لو حد قدر يتخطوها وليها أعراض تانية بتحصل الجلوكوز دا لما بينزل المية بتنزل المية مرتبطة معي بالجلوكوز جوه الجسم مفيش نجويات الجلوكوز خالص المية كمان بتنزل فعلشان كده الشخص بيتوهم في الأول أن هو خس هو خس مية جدا مفيش دهون خست في أول 3-4 أيام طبعا للأسف في حاجة مش حلوة بتحصل لما المية بتنزل في الكيتو بتاخد معيها الإلكترولايتس الإلكترولايتس دي السوديوم البوتاسيوم الماغنيسيوم نقص السوديوم كل اللي بيحصل فيه انت بيقى مصدعة بيبقى كل إجداء جدا ما بتبقىش طائع أي حد حواليكي فدايما تلاقي أول 3 أيام اللي بيعمل كيتو بماسك كوبية مية فيها ملح وبيشرب سوديوم ملح الماغنيسيوم نفس الكلام فدايما في الكيتو بناخد سوديوم وبناخد ماغنيسيوم في حاجة تالتة بتنزل وهي البوتاسيوم البوتاسيوم بينزل ليه؟ احنا عندنا ما فيش إنسولين ما فيش إنسولين علشان أنا ما باكلش نشويات ما باكلش سكريات ما فيش جلوكوز بالتالي ما فيش إنسولين الإنسولين هو اللي بيقول للكاليا امسكي في البوتاسيوم فأنا ما فيش إنسولين ما فيش نشويات أصلا هي النشويات في إنسولين ما فيش نشويات ما فيش إنسولين خلاص ما فيش حاجة هتقول للكاليا امسكي البوتاسيوم فالبوتاسي ما هيبدأ ينزل من الكاليا علشان كده لازم دايماً أي حد بيعمل كيتو لازم يشرب مية كتير جداً في الأول طبعاً بلاصة السوديوم والمغنيسيوم طيب هنا دكتور يعني عايزة أسأل حضرتك حاجتين أولاً حضرتك قلت في الكيتو دايت بنشيل الدهون الغير صحية ونعوضها بدهون صحية بمعنى إيه دهون صحية؟ الدهون الصحية دي موجودة في حاجات كتير الأفوكادو، المكسرات، الزبدة بتاعتنا البلدية العادية خالص الزيوت المهدرجة والنباتية لأ تماماً موجودة في المكسرات موجودة في حاجات تانية زي بزور الرشية، الكتام في حاجات كتير فيها كلمة دهون صحية دي حاجات بيحددها الدكتور يعني لست معينة بتوضحوها للعيان علشان تتماشى مع جسم المزبوط كلها تحت الحاجات الصحية بنتنافق بنشيل من ده خالص أي حاجة مهدرجة أو صناعية تمام، طيب برضو يعني قدتين فوايد كتير للكيتو دايت بس برضو كنت صريحة معنا وقلتنا مجموعة من الأضرار هنا في النقطة دي يجي الشخص يسأل يا دكتور طب أعمله ولا ما أعملوش؟ هل ده صحي ولا لا؟ أوكي أنا عرفت أن في حاجات كويسة وحاجات وحشة طب أعمل إيه أنا دلوقتي يعني إيه الصح في الموضوع؟ هل ده صحي ومناسب؟ ومناسب لكل الحالات ولا لا؟ الكيتو مناسب مع ناس وغير مناسب مع ناس ممكن نبدأ بالناس المناسبة مثلا في الأول نوع السكر طيب 1 وطيب 2 مريض السكر مريض مرض السكري اللي هو طيب 1 وطيب 2 في النوع الأوليني في السكر مشكلته أن البنكرياس ما بقاش بيفز إنسولين النوع التاني مشكلته أنه عنده مقاومة أصلا الإنسولين موجود بس عنده مقاومة ليه لما نمشي على الكيتو ما فيش سكر اللي شويات قليلة أو بتبقى خضار الإنسولين بيبدأ يتزبط معي ده أول ناس ينفع معاهم الكيتو ضايل تاني الناس مريض الضغط مريض الضغط ضغطه عالي بيأكل ملح كتير يعني السوديوم عالي إحنا لسه قيلين دلوقتي أنه هو بيطلع السوديوم فبالتالي لما أعمل كيتو السوديوم بينزل معي فالملح بينزل في الجسم فضغط بيهدى تماما الشخص الثالث اللي عنده دهون سلسية وكليسترول والناس هنا بتقف عند النقطة دي كتير يعني أنا عندي دهون سلسية جوة هياخد دهون تاني طبعا اللي بيسبب الدهون السلسية أولا الدهون السلسية دي حاجة ضرة ملايش أي لازمة تماما جوة جسمي اللي بيسببها أكل السكر والنشويات فأنا في الكيتو مفيش سكر مفيش نشويات بتبدأ الدهون الضرة دي تقل معي بالتدريج وبتتحول في الآخر لدهون مفيدة من اللي أنا بقولها من الدهون الصحية المناسب بعضهم الكيتو ضايل اللي عنده كانسر اللي عنده سرطان أو عنده تاريخ في العيلة فيه سرطان موسوس وخيف من السمنة وعايز يخص العامل الأساسي لمرض السرطان هو أكل السكر فيه سكر بزيادة في الدم يعني فيه التهابات يعني فيه كانسر يعني فيه سرطان في بنعمل حاجة هنا اسمها ننفلوري دايت اللي هو الكيتو جانيك دايت الكيتو ما فيهوش سكر حقيقي حتى لو استخدمت سكر دايت أيا كان نوعي برضو بيبقى حاجات مقننة أو قليلة جدا أنا ما فيش سكر السكر هو اللي بيأكل الخلايا السرطانية فده بيساعد جدا في حتة الاستشفاء وبيساعدها لموضوع الخلايا السرطانية بتدور كتير قوي وراء موضوع الدايت بس هي فئة حساسة قوي يعني شبه اللي حضرتك اتكلمتي عليهم شوية اللي هم الستات اللي لسه والدين والمرضعات والحوامل اللي فجأة بتبقى ماشية تمام وبتمفش كده بتتنفخ فجأة فدول برضو يعتبروا يعني كيس حساسة شوية بس في نفس الوقت هي من أكتر الناس اللي معنية بالدايت الحوامل والمرضعات يا دكتور بتتعاملوا معاهم ازاي يعني مريض السكر مريض الضغط مريض الكوليسترول فهمنا شوية من حضرتك ان فيه أنواع تتماشى معاهم طيب الفئة دي ايه الحل فيها لان هي مش مسؤولة عن نفسها بس يعني لازم تتغذى كويس عشان تغذي كويس الى آخره طبعا فئة الأمهات اللي سواء حامل او بتردع فئة خاصة وحساسة فعلا مفيش حاجة اسمها ضايت او كنترول لستة حامل او ستة بتردع مشكلة الستة الحامل انها بتزيد الوزن الطبيعي العادي المسموح لها في البي يعني فيه بيبي فلازم فيه وزن نورمل الوزن ده بيبقى اكتر من النورمل امتى السكر بيعدي من المشيمة اوكي بيعدي السكر امتى يزيد ويتحول لدهون الام لو كانت جولوكوز كتير لو كانت نشويات لو كانت نشويات كانت سكرية هيتحول لجولوكوز لو تلع اكتر من الجسم الام الحامل محتاجه بيتحول لدهون فهنا بتدخن هنرجع تاني للستة التانية اللي هي بتردع طبعا مكتئبة المواعيد نومها متغيرة البيبي على طول مسحيها بتخش في اكتئاب حياتها كلها بقت بيبي وارضع ما بقتش بتخرج ما بقتش بتلبس ما بقتش بتعم بتروح شغلها فبتخش في دي براشن الاكتئاب ده بيخليها تاكل سكريات فبتدخن احنا عندنا هنا نقدر نزبط الستة الحامل او الستة اللي بتردع لايف ستايل تعيش به طبعا بتاخد السابلمنتس بتاعتها بتاخد المكملات بتاعتها سواء حديد سواء كالسيوم دي دكتور النسب يديها لها الاكل بتاعنا احنا بناخد نشويات بنقللها شوية او بنهتم اكتر بالحاجات الحبوب الكاملة والشفان والشعير خضار وصلطة كتير لازم نشرب مياه كتير الموضوع ده مهم جدا وبيفرق معي والاهم في كل ده البروتين 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 في الستة اللي بتردع بيعمل على اضرار اللبن وبيساعد في تكوين الجنين بالنسبة للستة الحامل فده التعليمات المفهود اي ستة حامل تعملها ولازم تمشي بقدر المستطاع بس برضو بتعليمات معينة من الطبيب المختص لحالتها اللي هو الطبيب النساء بتبدأ تمشي علشان ده بيفرق معيها اكتر من كده ولا تندرك تحت قوامة الكيتو ضايد ولا تندرك تحت ضايد سعراته قليلة جدا ولا هينفع نعمل عليها كنترول في كل حاجة لأهو حاجات معينة وزي ما قلت أبا ندعو لا بس يعني فكرة انه اصلا انتوا ممكن تساعدوها يعني بالتعاون مع دكتور الناس دي فكرة مطمئنة جدا لانه يعني ستات كتير حتى بتأجل الحامل والخلف عشان خوفا من الأضرار الجسدية أو الشكل اللي بيتغير بعد الولادة طيب هنا يمكن وإحنا بنتكلم يا دكتور رغم أن يعني رغم أن احنا ما تكلمناش في حاجات كتير تكلمنا بس عن الكيتو دايد بس لقينا أن فيه تفاصيل كتير وإحنا بنتكلم مين ينفع وإيه طيب في عيادات أوروكلانيك يا دكتور أكيد الحالات اللي بتجيلكم مختلفة أكيد الأعمار مختلفة الحالات الصحية مختلفة بتحددوا كل واحد دي ناسبه إيه على أي أساس عشان أنا ليه عايزة أوضح أو اللي مشي مع صاحبتي يمشي معايا فإيه المقاييس أو المعايير اللي بتمشوا عليها بتحديد الدايت لكل حال البيش أنت بيدخل الكلانك عندنا بياخد شيط بيملاق بيكتب الهيستري بتاعه اسمه وعنوانه طوله ووزنه لو عنده أي مشاكل صحية بياخد أدوية لأي حاجة دي تفاصيل مهمة جدا بتفرق معايا من خلال أقدر أحددله إيه هو مريض سكر هو مريض ضغط هو بياخد أدوية اكتئاب هو بياخد كورتيزون دي كلها حاجات بتفرق معي ولما بعرفها بحط له البروجرام أو الحاجة المناسبة لحياته الحاجة الثانية بسأله عن معدل نشاطه في اليوم بيمشي قاعد على مكتب بيسوق عربية بيتحرك بعد كده بقدر أطلع على اليم بادي أعرف منه كتلة اللهم بتاعته كتلة عضلاته الكتلة الجسم كلها عمتا هل هو شخص أوبيس شخص سمنة شخص معدي مرحلة السمنة ودخل في أمراض مزمنة هل هو شخص نورمل هل هو شخص نحيف بعد كده بيعرف كتلة نسبة الموية بيعرف معدل الحرق بتاعه ببدأ أمشي معاه جراديوال أسبوع بأسبوع وبعمله فولو قبل لازم أشوفه مرة كل أسبوع بالضايت أو من غير الضايت أو بالساشنز أو من غير الساشنز لازم نتابع على حسب كل واحد أخذ إيه علشان نقدر هي بتبقى زي تشانل كاملة كده أو سلسلة كاملة كل شهر لازم أديله تفاصيل مختلفة ورقة الضايت المطبوعة دي مرفوضة تماما أنا لسه إلا أنا مش زيك مش زي أي حال كل واحد واللي ينسبه وببدأ أمشي معاه خطوة بخطوة حلوة جدا التوضيح بتاع أنا لازم أشوفه كل أسبوع عشان دي نقطة قبل مختم عايزة أوضحها هي الفكرة مش أن أنا أروح للدكتور مرة واحدة وأخذ الضايت وامشي عليه بقى ست شهور وأقول حخص بالضبط أكيد الحاجات بتتغير مع الظروف مع حالة المريض مع يمكن نسبة تفاعل جسمه مع الداية اللي أنتو بتدهوله فالمتابعة لازمة مع الدكتور أساسي أساسي لأن رد فعل جسمك متغير من فترة للتانية وبيتوقف على عوامل كتير الست ممكن يجي لها البيريد أي واحدة ممكن ديكون مرة واحدة كده السكر بتاحها عالي لو هي مريضة سكر لازم متابعة أسبوعيا لأن كل أسبوع الكيس بتختلف دكتور إسراء فتحي أخصاء السمنة والتغذية ونحت الجسم بدون جراحة بعيادات أورو كلينك نورتيني النهاردة صفحتك بالدنيا طبعا إن شاء الله حيكون لنا لقاءات تانية كتير عشان نتكلم على تفاصيل أكتر يمكن إحنا النهاردة مشاهدينا حبينا نتكلم شوية على الكيتو دايت حبينا نتكلم شوية مع دكتور إسراء إزاي في أورو كلينك بيتعاملوا مع مختلف الحالات حاولنا نوضح لكم الصورة على قد ما نقدر بس في حاجات وتفاصيل تانية كتير وأنواع دايت تانية كتير وحالات مختلفة عايزين نتكلم عليها في لقاءات تانية عشان نقدر نفيدكو على قدر المستطاع زي ما بيقولوا مهم أنتو دايما نخلوا بالكو من صحتكو وخليكو دايما معنا على سي بي سي أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا انعدام الحيوانات المنوية واحدة من المشاكل اللي بترعب أي راجل بيعاني منها لكن دايما الاكتشاف المبكر ليها بيساهم بشكل كبير في تفاجئ المشكلة اللي ممكن تحصل بسبب انعدامها لكن إزاي الراجل يكتشف دا في وقت مبكر دا اللي حنتكلم عنه من نهاردة وباستفادة وهو المسح الميكروسكوبي للخصية في حالات انعدام الحيوانات المنوية معظفي اللي منورني دكتور ياسين ألفي استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز بصر للذكورة أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور يعني معلش اسمح لي يا دكتور يعني للمواطن العادي اللي مش متخصص طبيا كلمة انعدام الحيوان المنوي بالنسبة له نهت مستقبله الأسري صحيح يعني إزاي اللي حال؟ هي ناس بتخاف جدا يعني لأنه بتبقى مفاجأة كبيرة واحد يعمل تحليل سائل منوي هو أقصى ما يتوقعه أنه يكون فيه ضعف شوية يكون فيه عدد قليل شوية حركة ضعيفة شوية لكن أنه يلاقي طبعا ما فيش حيوانات منوية نهائي دي طبعا بتكون صدمة بالنسبة للمريضة ولكن هي موجودة وموجودة بنسبة مش قليلة يعني إحنا لو قلنا كل التمانية بيتعالجوا من تأخر الإنجاب من الرجالة فيهم واحد تقريبا بيكون من الناس اللي ما عندهم مش حيوانات منوية في السائل المنوي ودي نسبة مش قليلة طبعا طبعا بس إيه الأسباب يا دكتور؟ يعني إيه؟ يجي راجل يقولك أنا بمارس حياتي الزوجية بشكل طبيعي بكل حاجة تمام يعني إيه ما فيش ليه ما فيش حيوانات منوية؟ ليه ما فيش حيوانات منوية؟ ده اللي احنا بنسعى أن احنا نعرفه أول ما نشوف تحليل السائل المنوي ونكرره مرة كمان علشان نبقى متأكدين بتحليلين على الأقل مش تحليل واحد طيب ملقناش حيوانات منوية في السائل المنوي نبتدي نشخص الحالة بتاعتنا نشخص يعني نحاول نعرف سبب المشكلة إيه فبنبتدي نتكلم مع المريض نسأله إذا كان عمل عمليات وهو صغير كانت الخصيطين مثلا معلقتين كانت فوق في البطن ونزلهم عمل عملية أو عمل عمليات سبق عمل عمليات قبل كده عمليات دوالي عمليات فتاء عمليات على الخصية هل مثلا جالوا التهاب في الغدن كافية قبل كده وعملت له التهاب في الخصيطين هل سبق أن حصلوا التهاب في الخصيطين قبل كده يعني بنسأل عن الحاجات اللي ممكن تؤدي لمشاكل الندم الحيوانات منوية ونبتدي نفحصه فحص سريري نشوف حجم الخصية هل هو حجم طبيعي ولا متوسط هل مثلا الوعاء الناقل اللي بين الحيوانات المنوية ده موجود ولا مش موجود هل في دوالي خصيطين بدرجة مؤثرة ولا لا كل الحاجات دي مع الفحصات التانية اللي بنعملها أن احنا نعمل أشعة تلفزيونية على الخصيطين نعمل فحص للهرمونات ده يدينا صورة كاملة عن هل مشكلتنا دي مشكلة انعدام حيوانات منوية نتيجة انسداد يعني أن في حاجة مش قادرة توصل الحيوانات المنوية من الخصية للسائل المنوي ولا نتيجة ضعف في نسيج الخصية يعني الخصية نفسها لضعيفة اللي بنسميه خلل وظيفي في الخصية طيب هل في حاجة احنا بنعملها قبل المسح الميكروسكوبي للخصية احنا في نوع من أنواع التحضير والعلاج قبلها احنا بنعمله لمرضى انعدام الحيوانات المنوية إذا كانت الحالة محتاجة تحضير أو علاج يعني مثلا لو مريض عنده دوالي درجتها مؤثرة ممكن يشيل الدوالي لو مريض عنده خلل في الهرمونات أو ممكن الهرمونات يتسمح لنا أن احنا نديله علاج تنشيطي وتحفيزي للخصيتين نبتدي نديله ليه؟ لأن احنا فيه نسبة مش قليلة يعني بتكون مثلا من 20% من الحالات اللي هي انعدام الحيوانات المنوية مع علاج أسباب الضعف دي بيطلع حيوانات منوية في السال منو ما نحتاجش نعمل مسح ميكروسكوبي يعني كل عشرة بيتعالجوا فيه اتنين منهم بيطلعوا حيوانات منوية في السال منوي وما يعملش مسح ميكروسكوبي ودي بتتكرر معنا كتير طيب لكن فيه تمانية بنلجأ فيهم للمسح الميكروسكوبي للخصية طيب المسح الميكروسكوبي للخصية ده بيكون عبارة عن إيه؟ إن أنا بفتح الخصية تحت الميكروسكوب علشان أشوف شكل الأنابيب اللي موجودة جوه الخصية هي نوع من أنواع التدخل الجراحي تدخل جراحي ولكن تدخل جراحي دقيق بمعنى إن مشاكل دايماً بتيجي من الحاجة العشوائية سواء عينة الخصية العادية أو السحب بالإبرة زي ما الناس ما بتعمل مع الناس المعاش إمكانيات شوية ده بيكون عبارة عن إنه بياخد من الخصية أماكن عشوائية فهو مغمض عينيه وبياخد فطبعاً مش عارف هو بياخد إيه هل ده المكان المناسب ولا لا عشان كده التقنية الحديثة دلوقتي والمفروض إن الناس كلها بتتبعها والمفروض ما يتعملش غيرها نهائي هي المسح الميكروسكوبي الخصية إن أنا يكون عندي كمركز من مراكز الزكورة أو مركز خصوبة أو مركز حان مجهري يبقى عندي مايكروسكوب الميكروسكوب ده للأسف هو مشكلته إنه هو بيكون يعني مكلف جدام عشان كده في الناس ما بتلجأ عشان ناجيبه معلش هنا نقطة مهمة أسمح لي حقاطعك يا دكتور بس لما نقول مسح عشوائي أو صحبة عيانة عشوائية هل ده ممكن يكون خطر على العيان يعني ممكن نلمس أماكن ما ينفعش بالضبط لأسباب أهمها إن الدكتور علشان يوفر كمية نسيج من الخصية أكبر علشان يفاتشه فيه على وجود الحيوانات منه هاخد كمية أكبر من الخصية وده بيأثر على حجم الخصية جدا والتأثير على حجم الخصية بيأثر على الراجل بشكل مباشر فطبعا المسح الميكروسكوبي أنا دايما بشبهه للمرضى بتوعي إن أنا والله أنا زي كان مثلا شعر راسك أنا بدورت بدور فيه على الشعرات بيضة مثلا فأنا بدور مثلا إيه لقيت عشرين شعرية أنا أخدت العشرين شعرية دول لأن أنا شايف دول الشعر عاملت زي الأنابيب فأنا لو شلت عشرين شعرية من رأس المريض مجرىش حاجة نفس حاجة لمجرسها الميكروسكوب إنه بيبين لي البؤر المنوية لأن البؤر المنوية دي ما هي الأماكن طبيعية موجودة داخل النسيج الضعيف نسيج معظمه بيبقى ضعيف ولكن بيوجد بيكون موجود جواه بؤر منوية شكلها طبيعي البؤر المنوية دي هي اللي عندها قدرة على إنتاج الحيوانات المنوية عملية الانتقاء دي هي اللي بترفع فرص النجاح في إن أنا ألاقي حيوانات منوية إلى 50 و60% فلما ألاقي حيوانات منوية يبقى خلاص الراجل ده تواجد عنده فرصة كبيرة جدا في الإنجاب بعد ما كانت فرصة صفر بقت فرصة ممتازة يعني هدخل معاك أكتر شوية في التفاصيل يا دكتور بتاعة المسح الميكروسكوبي هل ممكن الإجراء الجراحي ده يتعمل أكتر من مرة؟ صحيح إحنا عندنا المعلومة دي مهمة جدا السؤال ده ممتاز إن المسح الميكروسكوبي للخصية عوامل نجاحه هي أي؟ عوامل نجاحه إن أنا أشخص المريض صح إن أنا أعرف مشكلته صح وإن هو فعلا محتاج مسح ميكروسكوبي إن أنا أحضر مريدي صحي أنا ما ينفعش إن المريض يبقى الهرمونات بتاعته مش مظبوطة أو هرمون الزكورة بتاعه قليل وأنا أروح أعمله مسح ميكروسكوبي يبقى أنا بظلمه لأن نسبة نجاحة تبقى قليلة لازم أزبط هرموناته الأول أرفع هرمون الزكورة أقل الهرمون أنوسة أحسن هرمون البرولكتين لو هرمون الـ FSH قليل أرفعه فده بيدينا نتائج كويس وتكرار المسح الميكروسكوبي لأن تكرار المسح الميكروسكوبي أحد عوامل النجاح فيه ناس بتعمل عملية مرة يتقال لها خلاص أنت ما عندكش أمل لكن اللي إحنا بنشوفه كل يوم إن فيه ناس بتلاقي في تاني مرة فيه ناس بتلاقي في تاني في تاني مرة أنا عندي مريض يمكن الشهر اللي فات اشتغلته أنا لقيت فيه حيانات منوية كانت المحاولة الرابعة ثلاث محاولات ربنا وفقوش لكن المحاولة الرابعة هي ربنا أراد ودي رجل جاء قال لي إنت يعني زي ما يقول كده حيط الأمل فيها مرة تانية والحمد لله زوجته حملت حان مجهري والحمد لله ربنا يعني أكرمهم دلوقتي طيب هنا يا دكتور لما تقولي المرة الأولانية والتانية والتالتة ما لقيتش الرابعة لقيت هل ده بيبقى متوقف مثلا على بروتوكول علاجي بتاعتمده عليه في النص ولا هي كده بسوط اللي أنا شفته في الحالة إن في مرتين ما عملهمش مسح ميكروسكوبي كانوا جراحة عادية تمام فده ما توفرش للدكتور إمكانية إنه يقدر ينقي المكان الصحيح المرة الثالثة كانت مسح ميكروسكوبي ولكن هو فيها ما كانش متحضر بالأدواء كويس هرمون الزكورة بتاعه قليل خصي ما كانتش شغالة كويس بكفائتها كويس فالمرة الرابعة أنا صبرت علي أنا ديت ولاج قبل العملية فترة حوالي 6 شهور غاية ما تأكدت إن هرمونات كلها بقت كويسة قلت له نقدر نعمل العملية ألي فيه أمل؟ قلت له إن شاء الله بإذن الله فيه أمل وقد كان وعشان كده هو كانت فرحيته كبيرة إنه هو تعب خد علاج صبر وفي الآخر ربنا أكرمه ده اللي أنا بقوله للناس يعني كل ما توفرت الظروف أكتر أكيد كل ما عوامل النجاح عوامل النجاح هي يعني ما فيش حاجة بتنجح إلا إذا وفرنا لها عوامل النجاح القوية من تشخيص صح علاج صح قبل العملية عملية تتعمل صح ميكروسكوب متطور مكان متطور كمان مركز يكون كويس عشان يبقى فيه معمل أجنة كويس لأن معمل أجنة مهم جدا طيب هنا بما أننا بنتكلم عن كل العناصر دي المتوفرة في مركز مصر للذكورة هنا سريعا يا دكتور لو تقولي نسبة نجاح المسح الميكروسكوبي في مركز مصر للذكورة بالتحديد توصل وصل مع 60% 60% لها تعتبر أعلى المعدلات على المستوى العالمي فعلا لأننا وفرنا الإمكانيات كاملة اللي موجودة في أعلى السنترز اللي موجود عالميا أعلى الميكروسكوبات اللي موجودة في أعلى مكان أعلى الإمكانيات معامل لجنة وأعلى الخبرات من الدكاترة دكتور ياسين في استشاري علاج الذكورة والعقم والضعف الجنسي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهاردة نورتنا بصراحة يمكن أنا دي من أكتر الحلقات اللي حاسدت أنها كنت خايفة منها في الأول إن عدام الحيوانات المنوية لكن لما نسمع أن في حالات لا دا اتعالجت وخلفت كمان وحصل حمل والحياة استمرت بشكل طبيعي دا بيدينا أمل بيدي أمل لكل الناس أولا في قدرة ربنا طبعا إن هو ممكن يرزق أي حد في أي وقت وسنيا في خبرة وإتقان وقدرة الدكاترة المصريين وبالتحديد دكاترة اللي موجودين في مركز مصر للبكورة مشاهدين أنا بشكركم على متابعة برنامج فحيتك بالدنيا خليكم معنا على سي بي سي أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا معروف دايما أن المهتم الأول بفكرة البحث عن الفيتامينات والأهمية اللي بيقدمها كل فيتامين سواء بالنسبة للبشرة أو الشعر أو الجسم بشكل عام هي المرأة وده صحيح فعلا لأن الست بتمر بمراحل كتير بتفقدها أهم الفيتامينات فبتحتاج إنها تعودها لكن بالنسبة للرجالة هل هم كمان بيحتاجوا للفيتامينات بنفس القدر والأهمية اللي بتحتاجها المرأة وإيه الأضرار اللي ممكن تحدث للراجل نتيجة نقص الفيتامينات في جسمه كل ده وأكتر حنعرفه النهاردة مع ضفتي اللي منوراني في الستوديو دكتور دينا أبو سعود المستشارة طبي لشركة باي ناتشرل أهلا بيك أهلا بيك يا أمينة أهلا بيك خلينا يا دكتور في البداية يمكن نتكلم عن أهمية الفيتامينات كل الناس بتقولك أقول الفيتامينات حلوة ومفيدة وعارفين بس هل بنطبق ده في حياتنا ولا لا لازم نعرف قد إيه الفيتامينات دورها كبير هو مش للحاجات الجمالية بس طبعا الفيتامينات والمعادن ليها أهمية كبيرة جدا جدا لصحتنا سواء ستات أو رجالة بنطبق ده بنحاول نطبقه بالأكل الصحي الفيتامينات والمعادن ليها أهمية لحاجات كتيرة جدا ليها أهمية أول حاجة لدعم المناعة مهمة قوي أن احنا ندعم مناعتنا ونحاول نحمي نفسنا بقدر الإمكان من العدوات أو هجوم البكتيريا والفيروس الفيتامينات والمعادن مهمة جدا لطاقاتنا بتشوفي كتير جدا مننا ستات ورجالة ما عندهمش طاقة بنصحى من نوم نفطر ونبقى حاسين عايزين ننام تاني مفيش إدارة لطاقاتنا الطاقة مهمة جدا لأن لازم كل يوم نصحى نعرف ندير طاقتنا هو ده ليخلينا حقق أهدفنا وهو ده ليخلينا منتجين سواء ستة مثلا بتشتغل الراجل بيشتغل ستة ربة منزل محتاجة تشوف عيالها محتاجة تطبخ محتاجة تودي العيال النوادي يعني محتاجة أنها تدير طاقتها يوميا الراجل محتاج أنه يدير طاقته يوميا عشان يعرف يشتغل طيب ايه تاني الفيتامينات والمعدن بتعمل ايه؟ بتحسن المود ساعات بتلاقي ستات ورجالة بيحصل لهم مود سوينغز يعني تقلبات مزاجية سريعة كتير معرفش أنه ممكن يبقى من أحد أسباب المود سوينغز نقص الفيتامينات والمعدن اللي مش عارفين نعوضها بالأكل الصحي أحيانا بتحسي بتنميل أطراف أطرافك منملة جسمك بيوجعك الفيتامينات والمعدن بتحسن العظم بتحسن تكوين العظم أحيانا بتحسي بدوخة بسفرار في الوش كدمات في إيدك أو ستة أو راجل بنيجي نخص السنان نلاقي دم في فرشة السنان كل الحاجات دي من أحد العوامل المسببة لها نقص الفيتامينات والمعدن لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا يعرفوا قد إيه الفيتامينات والمعدن مهمة عشان نعيش كويس نعيش بصحة كويسة نعيش بمناعة وبطاقة كويسة وبموت حلو وما يبانش على وشنا إن احنا شكلنا تعبان ما يجلناش دوخة ما يجلناش موت سوينغز كل الحاجات دي أمينة مهمة جدا طيب يمكن حضراتك هنا تكلمتي بشكل عام عن أضرار نقص الفيتامينات في الجسم وأنا عايز أخد حضراتك يمكن في لقاءنا النهاردة إن احنا نتكلم أكتر عن الرجالة لأن يعني مظلومين احنا وجبت ريتهم في حاجة فخلينا نتكلم بالتحديد عن الراجل إيه الأضرار اللي بيسببها له نقص الفيتامينات وهل فعلا ممكن يعني يكون لنقص الفيتامينات تأثير على الخصوبة عند الرجال نقص الفيتامينات والمعدن للرجال بيعمل لهم أكيد مشاكل منها بتلاقي إن كتير بيعيو هم مش مدعمين منعيتهم مش مدعمين الليكوسايتس اللي هي كرات الدم البيضاء اللي بتدعم بالفيتامينات بتلاقي مثلا بيجيلوا مثلا نزل البرد وبعدها مثلا بشهرين يجي نزل البرد تانية المفروض الراجل الصحي يجيلوا البرد ده مرة في السنة مش معقولة أطلع من برد وارجع لبرد دي حاجة تاني حاجة نقص الفيتامينات والمعدن بتلاقي الراجل مكسل طول الوقت على فكرة الكسل والخمول ما بقاش مقتصر على سنه معين انتي بتلاقي دلوقتي احنا نقول ايه مثلا بعد الستين فبدأنا ايه نكسل ونقعد الدورة ده موية مش قد كده امتصاص الفيتامينات المعدة مش شغالة بالقدر الكافي عشان تقدر تمتص الفيتامينات والمعدن أو الأمعاء لا انتي بتشوفي الكسل والخمول وعدم إدارة الطاقة في شباب طيب ايه كمان التركيز التركيز مهم جدا التركيز مهم لكل الرجالة ان هم يعرفوا يركزوا وبالذات الشباب دلوقتي اللي عندهم امتحانات بتلاقي الضغط العصبي قوي جدا ومهمة او يقول ان مع ده لازم ناكل أكل صحي لازم نقلل الضغط العصبي بتاع اليوم لازم ندعم منعتنا بالأكل الصحي نشرب مياه كويس قوي ونمتنع عن التدخين زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصورة يا أمينة مشاكل نقص الفيتامينات والمعدن دي التنفس مش عارفين ممكن تؤدي حتى الأمراض يعني مش تعب وإرهاق بس حتى الأمراض مياه في الجسد آه طبعا ممكن جدا بس أكيد لازم برضو لما هتكلم عن المكملات الغذائية أو الفيتامينات فيه فرق كبير جدا بين الفيتامين وبين الدواء يعني لو حد مثلا بيقول لي هل ان احنا ناخد فيتامينات يتعارض مع الأدوية لأن وانس إن جالي السكر ما ينفعش إن أنا أمتنع عن الإنسولين أو البرسكريبشن واخد فيتامين ده ده مقولة خطيئة جدا لو جالي مثلا مرض في القلب احنا محتاجين أدوية سيولة لو جالي مشاكل في الغذة الدرقية يمكن بنات كتير وستات ستين في المية عندهم قصور في الغذة الدرقية بتلاقي الشعر بيقع بتلاقي حاجات كتيرة جدا محتاجين ثيروكسين ومحتاجين هورمون هو الفيتامين ممكن يحمينا ويدعم الدم لأنه بيعلي جدا كفاءة التم ولازم أقول لكل راجل بيتفرج علينا عشان قلتي لي أمينة الحلقة دي للرجالة الفيتامينز بتدعم جدا كرات الدم الحمراء بتدعم كرات الدم البيضاء فطبعا ليها أهمية كبيرة جدا لكل رجال في كل الأعمار الفيتامينز والمينرلز ممتاز طيب هنا يا دكتور بييجي الراجل يقولك طيب هو أنا الحاجات لحضراتك بتتكلمي عليها المعادن والفيتامينات اللي أنا محتاجها هل ممكن تتوفر كلها في الأكل فقط بالذات إن الرجالة طبعا بتشتغل فما بيأكلوش أكل منظم يعني ممكن يكونوا بيأكلوا واجبة واحدة آخر اليوم لما نروح وطول اليوم شاي شاي أهوى أهوى شاي طب حيقولك أنا أعمل إيه يعني ما هو مش بإيد أنا والله عايز أبقى كويس بس لو موجود في الأكل حيبقى صعب قوي أن أنا ننتظم أغلب الفيتامينات المفيدة بتكون موجودة في أكل غالي جدا يعني زي الأوميجا ثري مثلا والحاجات دي فأعمل إيه طبعا الأكل الصحي مهم قوي وللأسف كتير مننا ما بيعرفش يدير الأكل اللي هو بيأكله ويعرف ياخد النسب هنعمل إيه أكيد برشح منتج أو مكمل غذائي الحقيقة رائع جدا المكمل الغذائي اسمه ألب مالتي فيت دا داعم مع الأكل الصحي يعني الاتنين مع بعض طب ليه إش معنى أنا بتكلم على ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت فيه معظم الفيتامينات والمعادن اللي الراجل محتاجها زي إيه طبعا هي دي عبوة ألب مالتي فيت اللي شايفين على الشاشة كلها فيتامينز زي أول حاجة فيتامين سي فيتامين سي كلنا عارفين قد إيه طبعا وداعم للمناعة طبعا وداعم للعدوات التنفسية عندي فيتامين إي فيتامين إي برضو داعم للمناعة بس ليه ميزة أقوى إن فيتامين إي بينشاط للدورة الدموية وأقوى فيتامين ربنا خلقه سبحانه وتعالى لضد الأكسادة مهم جدا إن أنا أعمل على عدم الأكسادة لأن كل الرجالة بيحصل لهم أكسادة في الجسم سواء تقدم في السن سواء الأكل اللي قلت عليه طول الوقت اللي من برة التدخين بيه أكسد السكريات الكتيرة جدا بتأكسد فلازم طول الوقت أشتغل على ضد الأكسادة لأن أكسادة الجسم وظهور الخلايا الحرة الشردة اللي في الجسم اللي تروح تبووز لي حاجات لازم ألتهمها ولازم أحجمها عندي من أهم فيتامين من الأهم الفيتامينات اللي داخل ألب مولتي فيت فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه كل أنواع فيتامين بي مهمة جدا النياسين، الثايمين، الريبوفلافين، البانتوثينيك أسد البيوتين، الفوليك أسد، الكوبالامين زي ما احنا شايفين على الشاشة يا أمينة كل عائلة فيتامين بي موجودة داخل كابسولة واحدة في ألب مولتي فيت ألب مولتي فيت الفيتامين بي كل أنواعه زي ما أنا قلت مهمة جدا الكوبالامين مهمة لكل الرجالة لأن الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 هو اللي بيحسن أو بيعمل تكوين لقرات الدم الحمراء عندي الفوليك أسد مهمة جدا لدعم الخلايا العصبية في المخ عندي الثايمين، عندي النياسين، عندي البيوتين مهمة قوي كلنا عارفين أهمية البيوتين صحة الشعر فرجال دلوقتي كمان بتهتم بصحة شعرهم جدا فعايز أقولهم أن البيوتين موجود الفوليك أسد موجود عندي الزينك لما سألتيني على الخصوبة الرجالة مهم أن احنا ندعم الخصوبة بالزينك بس مش ده العلاج أكيد لأنه طول الوقت بقول الفيتامينز أو المكملات الغذائية المكملات الغذائية ليست علاجا لأي طبعا إحنا مش بنتكلم في أنه علاج لا إحنا بنتكلم أولا وقاية وده نقطة مهمة جدا وسنين علشان يساعد الشخص أنه ما يوصلش لمرحلة ويأخذ علاجه بالزبط بالزبط طبعا الزينك مهم جدا لأي راجل للمناعة وأي حد عنده برد بيقولك خد زينك وفيتامين سي أي حد عنده برد الشربي برتقان لأن السترس الطماطم والكيوي والحاجات السترس والحاجات دي كلها مليانة فيتامين سي الزينك مداعم لخصوبة الرجل أكيد عندي كمان الكابر النحاس النحاس مهم أولي المناعة والنحاس مهم لصحة شعري فتخيالي بكابسولة واحدة أي رجل بيتفرج علينا يقدر يدعم مناعته بكل الفيتامينات ومعظمها لأن طبعا فيه فيتامين ستانيا مهمة برضو لكن من أهم الفيتامينات موجودة داخل ألب مالتي فيت فدي حاجة حلوة هو يمكن الرجالة اللي بتسمعنا دلوقتي من أهم الحاجات لحضرتك قلتيها كابسولة واحدة لأنهم عندهمش طولة بالي يقولك كل ده أنا مش هقدر عليه ففكرة أن تجمعوله كل ده في كابسولة واحدة بتتاخد بطريقة سهلة ده بيخلي الموضوع بالنسبة لهم أبسط ويتماشى مع الروتين اليومي للرجالة إحنا هنا وإحنا بنتكلم على قلب مالتي فيت يا دكتور إحنا بنستخدمه كم مرة في اليوم مرة واحدة؟ هي كابسولة واحدة فقط على طول بقول أي حاجة بتزيد عن الحد يا أمينة بتتقلب ضد إحنا ممكن يقولك إيه دكتورة زينا بتقولك الفيتامين فناخد 3-4 في اليوم لا أي حاجة بتزيد عن الحد بتتقلب ضد هي كابسولة واحدة بتبقى كفاية جدا لدعم المناعة ودعم الطاقة ودعم التركيز وعدم الخمول وزحة البشرة والشعر الكابسولة دي هتتاخد الصبح طب ليه ما ناخدوهش قبل ما ننام أو الراجل يقولك طب قبل ما ننام أخده لا أنا بقولك أنت هتدعم طاقتك وتدعم مناعتك هتتاخدها أول اليوم هتتاخدها أول اليوم طبعا نازم أقول أن قلب مالتي فيت طبعا راحنا شايفين برضو الكابسولة مهم أو يقول أن الكابسولة فيها كل الفيتامينز والمينيرلز دول مهم أو يقول أن قلب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء ودي حاجة تديني أمان تديني أي راجل أماني سواء هو هياخته سواء الزوجته سواء عياله طبعا هو بيتاخد من سن 13 سنة ومتوفر في كل سيداليات مصر أيا كانت محافظة فدي حاجة مهمة طيب هنا فيه يمكن فئتين لازم نتكلم عنهم يا دكتور في الرجالة بالتحديد لأن يمكن الفئة الأولانية حساسة والفئة التانية مهتمة يعني بزيادة بصحتها فالأولانية هي أصحاب الأمراض المزمنة هل ممكن ياخدوا قلب مالتي فيت ولا لا؟ أصحاب الأمراض المزمنة أنا برشح لهم جدا أن هما لازم ياخدوا قلب مالتي فيت مع الأدوية اللي الدكتور بيكتبها لأن عندك فيتامين إي لو هكلم على الكوليسترول العالي الضغط العالي وأمراض القلب وكده فيتامين إي مهمة قوي لأنه بيعمل على عدم أكسدد الدهون الضرة لأنك أنت الدهون الضرة اللي احنا مناكلها وتأكسدد أنت كده بتعلي نسبة الكوليسترول أنت كده بتزنائي في الأوعية الدموية في الأوعية الدموية ممكن يحصل قلط أو يحصل جلطات فأنت بتقدر تقليل نسبة الكوليسترول وتقدر بقلب مالتي فيت أنك أنت تدعمي الأوعية الدموية جدا مريض السكر لا غنى أكيد عن كل الأدوية بتاعت الدكتور لكن الفيتامينز مهمة لي جدا لتحسين مستوى السكر وتحسين الأوعية الدموية عنده والطقته لأن مريض السكر أحيانا بيبقى تلاقيه طول وقت تعبان ومريض السكر من أهم الفيتامينات اللي هو محتاج على طول فيتامين بي كومبليكس الدكتور نفسه بيكتب له على فيتامينات مريض السكر فأكيد برشح له قلب مولتي فيت اللي شايفينه على الشاشة لأنه في كل أنواع فيتامين بي كومبليكس فهيقدر يحمينا من تنميل الأعصاب إحنا كلنا عارفين أن مريض السكر لازم يهتم بأطرافه يعني إحنا كده ممكن بشكل عام بنقول أن قلب مولتي فيت لا يتعارض مع الأمراض المزمنة ومع علاجات الأمراض المزمنة بالعكس هو بيدعمها طيب الفئة التانية بقى يا دكتور عايزين نكلم عنها سريعا قبل مختب مع حضرتك هي الرياضيين الرياضيين بيهتموا جدا بصحتهم زيادة عن اللزوم للأسف بيضطروا ياخدوا سعاية حاجات غير مضمونة علشان شوية طاقة وشوية نشاط وعشان عايزين نطلع عضلات بسرعة فهل ممكن يعتمدوا على قلب مولتي فيت علشان يساعدهم في المجهود البدني أو الجثماني اللي بيعملوا طبعا الرياضيين زي ما قلت بسعاد بيجربوا حاجات ما تبقاش صح بقولهم كل الرياضيين عايزين تبنوا عضلات أولا هتاكلوا بروتينات من كل البيض مليان بروتيين اللحمة كلها عشان العضل يعني بروتيين مع الأكل الصحي بتاعهم وتلاقيهم بياخدوا موز لأن الموز طبعا فيه بوتاسيا ومغنيسيا مع الأكل الصحي اللي قلت عليه اللي مليان بروتينات برشح لهم جدا جدا هذا المكمل الغذائي قلب مولتي فيت لأن الزينك مهم هيبقى ليهم جدا للمناعة والزينك مهم أن هو بيريح لي العضلة بعد شقاء التمرين مهم ليهم جدا فيتامين بي لأن فيتامين بي بيحسن الأعصاب أنت تلاقي اللي عايز يعمل أوزان بيشيل أوزان فبتلاقي يده بترتعش إحنا عايزين نقوي أعصابنا بفيتامين بي كومبليكس فأوكي عندي تمام جدا رياضين يستخدموه بس هي كابسولة واحدة في اليوم بار ممتاز دكتورة دينا أبو سعود المستشار طبي لشركة بايو ناتشر لنوارتينا النهاردة بصحيتك الدنيا طبعا إحنا كنا بنتكلم على ألب مالتي فيت اللي هو أهم حاجة لازم أقولها دايما أنه هو منتج آمن مرخص من وزارة الصحة آمن للرياضيين آمن لأصحاب الأمراض المزمنة ده بالعكس ده هو يمكن بيدعم صحتهم ضعيفة شوية علشان يعدوا بالذات احنا دلوقتي بفترة شتاء وشوية الدنيا يتبقى حر وشوية برد والدنيا متلخبطة فلازم لازم نساعد نفسنا علشان نعدي الفترة دي على خير وعلشان نعيش دايما وعلى طول بخير حيكون لنا طبعا لقاءات تانية كتيرة مع دكتور دينا أبو سعود عشان نتكلم أكتر على فوائد ألب مايل تيبيت بس خليكوا دايما معنا على سي بي سي اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى